هذه أبرز العناوين بقيادة رضوان جيد على حكام المغاربة يديرون أول مباراة في كأس أمم إفريقيا بصاحل العج مدرب المنتخب المغربي ولد رجرقية يرد على تصريحات مدرب منتخب طنزانيا باستفزازه للمنتخب المغربي واتهاماته الغير متوقعة بسبب الشرف حكيمية مدرب باريسان جرمان لويس إنريكي ينفجر غضبا وهذا ما فعلها وليد الرجرقية يغير مركز الدول المغربي حكم زياش فقار مفاجئ وغريب حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدمة المباراة الأولى للحكم المغربي رضوان جيد في كأس أمم إفريقيا 2023 المقام في الصحي العج وعين الكاف طاقما مغربيا لقيادة مباراة سينيغال وغنبيا اليوم الاثنين لحساب الجولة الأولى من المجموعات بداية برضوان جيد حكم رئيس تم بمساعدة كلمي الحسن أزاكو ومصطفى أكراركد فيما جرى تكليف بوشرة كربوبي بمهمة حكم الرابع وسيقود غرفة الفارة المغربية سامير أجزاز بمساعدة السوداني إبراهيم محمود وتعد مباراة سينيغال وغنبيا الاختبار الفعلي الأول للحكم المغربي في كأس أمم إفريقيا 2023 بعد نجاحهم في الاختبارات النظرية والبدنية التي فرضها الاتحاد قبل انطلاق المنافسة وستقام مباراة سينيغال وغنبيا انطلاقا من الساعة الخامسة عشر بتوقيت المغربي على أرضية الملعب تاريس كونون باني رد النخب الوطني وليد الرجرغي على التصريحات المفاجئة والصادمة لمدرب منتخب تنزانيا عادل عمروش والذي اتهم فيه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإرشاء المدربين والحكام من أجل الحكم لصالح المنتخب المغربي وقال الرجرغي في تصريحات صحفية إن المنتخب المغربي يملك مجموعة متماسكة قوية وقد أبدل البلاء حسنا في منذ القطر 2022 وهي نفس المجموعة التي تحضر في كالصمم إفريقيا 2023 وبنفس الطموح وأضاف وليد الرجرغي لا يهمنا إن كان منتخبا مثل ما يقول البعد ككتاب مكشوف لأننا نملك آليات تغيير ناجب حسب معطيات المواجهات ويلتقي المنتخب الوطي المغربي ونظيره التنزاني للأربعاء القادمة على أرضية الملعب لوران بوكو انطلاقا من الساعة السادسة مساء بالثوقيت الرباط لحساب الجولة الأولى من مجموعات بكاسمم إفريقيا 2023 أكد لويس إنريكي مدارب نادي باريس سان جرمانا أن غياب الدولي المغربي أشرف حكيمي عن صفوف النادي الباريسي لم يؤثر على أداء هذا الأخير مبرزا أنه يحاول الحصول على أفضل من اللاعبين المتواجدين في الفريق وأبدل لويس إنريكي انزعاجه بعد سؤاله عن غياب أشرف حكيمي في المباراة التي انتصار فيها سان جرمان على مضيفه لانس بهدفين لسفر لحساب الجولة الثامن عشر من الدول الفرنسي وقال لويس إنريكي في النضوة الصحفية التي تلت المباراة لا أعرف لماذا تسألوني عن غياب أشرف حكيمي لقد فاز فريقي بالمباراة ولعبنا بشكل جيد هل افتقدنا حكيمي على الجانب الأيمن وكانغ إيل لانا وكيمبي وسكرينا ونونو ميرنديز وتابا لدي مسؤولي كمتربة وهي إخراج أفضل ما لدي من اللاعبين الموجودين حكيمي هو أحد أفضل الأظهر اليمنى موجودة في العالم لكنه يلعب الآن مع منتخب بلده لماذا أشتكي إنه ليس هنا أحاول الحصول على أفضل من الموجودين هنا ويتواجد الدول المغربية أشرف حكيمية رفقة المنتخب الوطني المغربي في منافسات كالصمم إفريقيا بالكوديبورة في 2023 تطل إنهرجز حيث سيبدأ مصاره في المسابقة القرية بمواجهة تنزانيا بعد غد الأربعاء انطلاقا من الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش يستعد مدرب المنتخب الوطني المغربي لخوض منافسات كالصمم إفريقيا 2024 التي انطلقت بالكوديبورة وهي البطولة التي ستجرى من الفترة ما بين 12 يناير إلى 11 فبراير المقبلة حيث أن المدرب الفني للمنتخب المغربي وليد الرجرقي يدرس إمكانية تغيير مركز لعب حاكم زياش من جنح أيمن إلى صانع العابة وتفيد هذه المعلومات بأن المدرب وليد الرجرقي قد يعتمد على أمين عدلي كجنح أيمن ناظرة تألقه في هذا المركز برفقة باير لفركوزن ألماني على أن يوظف حاكم زياش لعبا محوريا وذلك لبراعته في مدى زملائه بتمريرات حاسمة وأيضا قدرته على التزديد من خارج منطقات العمليات ويرغب المدرب وليد الرجرقي منح اللاعب حاكم زياش حرية أكبر داخل الميدان واللعب خلف المهاجمين فضلا عن منحه صلاحية الربط بين وسط الميدان والهجوم بعدما استرجع زياش كامل مؤهلاته الفنية والبدنية كافة لخوض مباراة تنزلية بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها مع نالي غرطة سارايا لكن مشاركته في المباراة الأولى المشروطة بموافقة طبيب المنتخب المغربي كريستوف بودوثا وكشفت ثنائي حاكم زياش ورومانسيس بالتدريبات الفردية في بداية المواسكر التدريبي بمركز محمد السادس لكورة القدم بالربطة قبل أن ينضم إلى التدريبات الجماعية منذ وصول منتخب وصول أطلس إلى مدينة سان بيدرو العاجية الأثنين الماضي الجادير بالتكرى أن المنتخب المغربي سيستهل مشواره في البطولة كالسمم إفريقيا بالكوديوارا بمواجهة منتخب تنزانيا الأربعة المقبلة على أن يخوض مباراةه التانية ضد الكونغو الديمقراطية في الواحد والعشرون ينهيار ثم المنتخب زنبيا في الرابعة والعشرون من الشهر نفسها شكرا شكرا